دلوقتي مشاهدينا الساعة 9 معدنا مع موجز الأنباء مع ليندا تفضلي ليندا شكرا منا التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصري في زيارة تستغرق يومين وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن تتضمن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر عقد مباحثات ثنائية مع رئيس السيسي حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقلمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحطيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية مواحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية انطلقت فعليات المنتدى الإعلامي المصري السعودي برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وقال جبر إن الإعلام يلعب دورا كبيرا ومؤثرا بين البلدين مشددا على ضرورة العمل معنى على مواجهة التحديات التي تواجه العالم وأضاف أن مصر والسعودية هما رمانة الميزان في المنطقة والإعلام فيهما قوي ويقود إعلام المنطقة أجمع تنطلق اليوم فعليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وتناقش نسخة الثالثة من المنتدى الذي يستمر لمدة يومين عددا من الأولويات الهامة للقارة الإفريقية مثل دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تدعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائي والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماعا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أعلن الانتهاء من هيكلة الوزارات حيث أكد أنه يجري العمل على هيكلة شاملة لدوين المحافظات على مراحل متتالية بالتوازي مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المدريات والهيئات والجهات التابعة أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الجزائري الرمطان العمامرة بالجزائر وأوضحت الخارجية الجزائرية أن الزيارة تندرج في إطار التنصيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية التي ستنعاقد بالجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل وكذلك حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية وما خلفته من العكاسات سلبية على دول المنطقة أعلن الرئيس الأوكراني فضاديمي زيلنسكي عن عدم تحقيق أي تقدم في محاولات رفع الحصار عن المواني الأوكرانية لتصدير المنتجات الزراعية وقال زيلنسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام اجتماع مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي إن هناك مفاوضات صعبة على عدة مستويات لرفع الحصار عن المواني الأوكرانية مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على آليات حقيقية تضمن أمن المواني وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تنظم التصدير بواسطة السكك الحديدية وعبر الدول المجاورة لإيصال المنتجات الزراعية إلى المستهلكين أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قادة دول الاتحاد السبع والعشرين سيناقشون في قمتهم المقررة يومي الخميس والجمع في بركسل مسألة منح كل من أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل وأوضح ميشيل أن القرار بشأن الموافقة على حصول أوكرانيا ومولدوفا على وضع الدولتين المرشحتين رسميا لعضوية الاتحاد والذي كانت المفاوضية الأوروبية قد أوصت الدول الأعضاء بالموافقة عليه يجب أن يصدر بالإجماع يعقد الرئيس الفرنسي إمانوال ماكران اليوم اجتماعات متتالية مع ممثل القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكران بولاية ثانية فشل تحالف ماكران في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي تبلغ 289 مقعدا من أصل 577 مقعدا نهاية موجزة تساع ناول الاستكمال باقي فقرات صباح خير يماصر بعد الفاصل